أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي بشراكة بين مصر والإمارات سيتضمن الشقة الأول منه استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 35 مليار دولار جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده للإعلان عن أكبر صفقة استثمارية بالشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة تحت عنوان مصر والإمارات شراكة من أجل التنمية رأس الحكمة الصفقة زي ما قلت لحضراتكم حتى تضمن شقين شق جزء مالي يسدد كمقدم وجزء حصة من أرباح المشروع طول مدى المشروع سيكون للدولة المصرية حصة من أرباحه نأتي لشق المالي وهو المقدم سيتضمن استثمار أجنبي مباشر يدخل للدولة المصرية في ظرف شهرين بإجمالي 35 مليار دولار سيقسموا على دفعتين الدفعة الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار والدفعة الثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار اشتركوا في القناة